أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن هناك مقترحا بتعديل أحكام قانون المناطق الاقتصادية جاري العمل عليه ومناقشة ومراجعة مختلف الأمور الخاصة بالمواد التي سيتم تعديلها وذلك تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء وخلال الاجتماع الذي عقده لمتابعة ما تم اتخاذه من إجراءات بشأن تعديلات قانون المناطق الاقتصادية أشار مدبولي إلى ما أثيره خلال الفترة الأخيرة من أهمية تعديل قانون المناطق الاقتصادية وذلك في ضوء التلافسية الموجودة حاليا في بعض المناطق الاقتصادية بعدة دول إلى جانب العمل على تعظيم ما تمتلكه مصر من مقاومات في هذا الصدد ترجمة نانسي قنقر